الشعب لما خرج إلى الشارع في هذه المسيرات المليونية في سبع مسيرات مليونية نزع ثقته من كل نظام بوتفليقة الحكومة تابعة البوتفليقة ولا لا؟ منه أخذت الشرعية أصلا؟ منه؟ يعينها هو بوتفليقة القول بأنه لا أكل معارضة كل أحزاب كذلك لا المعارضة لم تساهم في تسيير شؤون الحكم فهل تستوي في نظاركي وفي نظار العقلاء من البشر هل يستوي الجاني مع الضحية؟ هل يستوي الظالم والمظلوم؟ كلما طالت المدة كلما أمكن الالتفاف حول مطالب الشعب وتوفرت عوامل تقويض مطالب الشعب والقضاء على مطالب الشعب ولذلك لا بد من أخذ الأمر بنوع من الحزن اجتماع غير شرعي وهو صورة من صور الخيانة لهذا الشعب ومحاولة مكلوبة للتآمر على هذا الشعب لا تقبل على الإطلاق يعني وأي نائب في قلبه احترام لهذا الشعب يقاطع هذه الدورة لا يحضرها لا يلا لأن الشعب قال رأيه في هذا الموضوع وطلب وقرر قراره في هذا الشأن هذه مؤسسات فقدت شرعيتها سحب الشعب الشرعية منها سحب الشعب 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 الشع